القدس الآن يعني بعد عمليات الاستيطان والعزل عزلها عزل القدس وعن محيطها عن مدن الضفة الغربية الآن 87% من مساحة القدس هي تحت يد الاحتلال مباشرة نعم حجم الاستيطان حول وداخل مدينة القدس فيه هناك 228 ألف مستوطن ونسبة المقدسيين تقلص بعد عمليات الطرد والتهجير وإلى آخره إلى 23% نسبتهم الآن في القدس ويستهدف الاحتلال تقليص هذا العدد أو هذه النسبة إلى 12% أكثر من ذلك أكثر من ذلك دائما العدو يقول يعني انتهك على كل حال ما هو موجود حتى في الاتفاقات القائمة بين الأردن وبين دولة الاحتلال حول الوصاية نعم ماذا نقول عن الوصاية مع كل هذه الانتهاكات التي تجري للأماكن المقدسة بما في ذلك يعني قضايا غير متداولة كثيرا ولكن نرصدها في الأخبار 57 نفق الآن يخترق المسجد الأقصى من الأسفل 57 نفق نعم تحت دعوة البحث عن الهيكل وإلى آخره ما الهيكل المزعوم وخمس أنفاق في سلوال تمانية في أنحاء متفرقة من القدس سبع حدائق توراتية ما يسمى بحدائق توراتية حوالين المسجد الأقصى يعني هذا عدو لا يعرف حرمة معاهدات ولا حرمة اتفاقات ولا يقيم وزنا لسيادة الدول إلى آخره إلى ماذا يقودنا هذا هذه المعلومات هذا ممكن أن يقودنا إلى شيء واحد فقط لا غير أنه التعامل مع هذا المشروع الاستعماري لا يمكن أن يكون لا بمفاوضات وفيش مفاوضات على كل حال مش مطروحة ليت مفاوضات هذه المفاوضات عشرات السنين ولم نرى منها شيئا وبالنهاية هذه الاتفاقيات كما تفضلت يعني ضربت بعرض الحق حتى هذه المفاوضات الشكلية ليست مطروحة المطروح هو الإقرار بالأمر الواقع يعني الإقرار بواقع أن القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإقرار بواقع أن اللاجئين لا حق لهم بالعودة الإقرار بموضوع الضم ضم مساحات واسعة جدا من الضفة الغربية الإقرار بعدم وجود كيان فلسطيني مستقل له سيادة كل هذا مطلوب لإقرار أكثر من ذلك قرأنا اليوم في الصحف الإسرائيلية ما يلي أنه مطلوب من الفلسطينيين والعرب أن يعترفوا بيهودية الدولة وموضوع يهودية الدولة هذا ليس أمرا جديدا هذا موضوع مطروح منذ وقت الآن يريدون تشريعه فلسطينيا وعربيا طبعا هذا غير ممكن غير قائم لكن الاستخلاص هو التالي أنه الأمور فيها إنكار تام للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيه حقوقه الرئيسية حقه في العودة وتقرير المصير وقيام دولته الفلسطينية المستقلة على أرض وطنه هذا كله في إنكار تام من جانب هذا التحالف العدواني الصهيوني الأمريكي وعليه يجب أن يجاب هذا المشروع بخطة مقاومة شاملة لا تقتصر فقط على الفلسطينيين وإنما يجب أن تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك يجب أن تكون في هناك خطة مقاومة شاملة فلسطينية عربية لمثل هذا المشروع التصفوي الذي يستهدف نعم القضي الوطني الفلسطيني ولكنه يستهدف أيضا الوطن العربي إخضاع الوطن العربي بأكمله نعم